عنا نروح مع حضرتكم لخبر من داخل القلعة البيضاء نادي الزمالك وكشف مصدر ليه صباح اون تايم انه المقابل المالي اللي طلبوا مجلس ادارة فريق امبي بخصوص طبعا التخلي عن اتنين لعيبة سوازا كان عبدالعزيز بلعوطي حارس المرمى بفريق امبي ومحمد حمدي الظهير الايصر ايضا ليه فريق امبي لنادي الزمالك طبعا الاستاذ ايمان الشريعي رئيس النادي طلب 15 مليون جنيه نظير انتقال البلعوطي لنادي الزمالك وطبعا 50 مليون جنيه نظير ايضا الانتقال الخاص بمحمد حمدي لنادي الزمالك